برضو مصر يا أبا يحيا ما تركبش حمارة هم اللي بتجيبه معاك ليه يا رضوان يا ولدي بتلك ويتمارة لما ركب بتترعش وخلاص مش قادر هاد أركبه ايه انت فاكرنا على الجسول انت الشيخ يحيا برن اللي كلمته أهم كلمة في مجلس الأجوال هم هم اهم هد من انتين وانه انا عاجيب لديته نافة لحد بيسمع لحد بيتعلم الله النور الله لما تتعب اركب الحمار كنتم دسيتم جنون يحيا في شبابه انا عايز احكي احكاية للا اهل الصبيرة احكاية جنون يحيا اللي عواجزكم عارفينها كويس قوي انا يا ولاد ما كنتش مجنون انا كنت عايز اوقف الجنون جنوننا كلنا اقول لكم يا شاريين عارفين يحيا في الحرب ما بخافش ما بتهزمش وما تخونش لكن صدري دا يوم بعد يوم وحرب بعد حرب بسبب المجازر اللي احنا عايشين فيها الضمير يا النبنع على الدم اللسان واعتزلتكم ومشيت لكنكم نويين على الحرب وانا مش حاضر امنع اهلي من الحرب دي وانتو يا شاريين عارفين كويس قوي اللي انتو عملتوه واعتلتم المأمور في فرح ابني رضوان قبل ما نلحن نجمع جزيتنا ويبقى كل الملام علينا احنا لكن معلش اللي حصل حصل واللي جاره جاره وعمر الله نفذ مش هنقدر نغير اللي فات لكن نقدر نغير اللي جاي نبوءة يا شيخ صابر نبوءتك اللي رجعت بيها من غرب وعايش عليها يعني الاواني انها تتحقق وانا قلتها زمان وحقولها دلوقتي حد فينا لازم يفنى يبقى انتو اللي حتفن يا شيخيح انتو اللي حتفن محدش فينا يقدر يقول ايه اللي حيكون الحرب هي اللي حتقول بس هو عكون فاكر ان اللي عملتوه فينا زمان حينعاد تاني يا شيخيح اصدك ايه؟ قصدي نلعودكم ولا عصابكم بقى زي زمان المرة دي حتكشفكم المرة دي ما فيش غالب ومغلوب في غالب وفاني ما فيش حكم يقول مين الغالب الغالب هو اللي حيفن الرجال المغلوب لغاية اخر نفر فيهم ولو فدوا الواحد بس حي ما تنفضش الحرب إلا بموته وبكده تنتهي الحروب خالص ده شرط لو عايزين تحربه تحب الحرب امتى؟ بعد بكرة بعد الشروق هلي اكون يا شيخ صابر بعد بكرة بعد شروق الشمس مكتوب والمكتوب مكتوب يا شيخ يحي مكتوب 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 مهان联 Kح نظم into Law أرادت بلها؟ ما تروحش الحال؟ كانت ينفع المالك؟ ينفع؟ ينفع يا ردهون ينفع المالك؟ دعنا نذهب من هنا ويشترع فيه، فقط هاي ان كان، هاي ان كان بس نمشي رح اسكندل هي، متروح، إن شاء الله مصر أسي بابوي أوليك؟ ممكن أقول لك معنا وانا حارفة خليحي هيوافق ما تروحش يا ردهون؟ ما تروحش؟ لا تخفيش ردهون؟ طلد لأبا؟ ما تبقى لا تبقى الهوام؟ ما تبقى؟ أشكركم، إن شاء الله يحب، إن شاء الله يحترق أشكرها عندها حق عندها عندها حق ازاي يا حق جانا سمعت جدي عليك عندها حق نخدها هو يمشي من هنا بعد عن الواحل منكوبة دي بتتكلم جدي يا ابا جد جد يا رضوان جد جد مش هاربوكم يا ابا زندكم ايه تدفعوا تمام تخريف شوية العواجيز اللي بيحكم الوع تمسكين بعوادهم وكأن فيها حياتهم ان كتير من العواجيز دي فيها مطه حربها رضوان لما تبقى عادة فأكيد في حاجة غلط حروبنا دي المفروض يخدها شوية العواجيز اللي زي يبدالوا نضحوا بعض لا حد ما بقلهم غالب من مغلوب بتخاف شوية انا هاغلب بس انت قلت يا ابا في عوائد وانا ما يردنيش يقول ان ابن الشيخ يحيا فاته هرم انا راضي يا سيدي خدها هو يمشي بستني ايه يحيا تعالى ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ضغط شوية فيه يوم تصنقت علينا اللي ابنك ينزل معك الحرب واللي تقال ده كأنه ما تقالش وأنا كأنني ما سمعتوش أنا مستنياك وبره كلكم الفجر قرب يدن اشتركوا في القناة